السلام لبنات كديرين نبس عليكم أمركم مزيانة صحيح تكون لابس تنتمنى تكونوا كاملين باخروا على خير وتكونوا في أحسن الأحوال و معاكم كيف العادة أختكم و صاحبتكم ربيعة الحسنوية في فيديو جديد و اليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو أجبت لكم شماء ديال 27 واعر 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 للجلب واللمحبة خدمة مفعولها تيدوم عام كامل هاد شماء هادا تيقرف الراجل كيف ما كان نوعه ولو يكون قبيح ولو يكون عاميد ولو بعيد و قاطع البحور و وخا يكون خاص من عاك راه تيقر فيه وبالنسبة للبنات اللي بغاوا الخدمة ديال الخرقة شوفوا الفيديو اللي قبل هادا البنات على قناتي راني منزلة الخرقة ديال 27 والبنات اللي تيفضلوا شماء و لما عندهمش الخرقة تتبعوا معايا هاد شماء هادا الخاص بليل تلع واشر أحسن خدمة ديال شماء هي هادية البنات ديال 27 و 27 البنات احناتها نقولوا 27 أما الخدمة ووصفات تنديروهم 26 في الليل توقيت ديال هالبنات اللي ما عارفينش نهار 26 في الليل هادك هي العواشر اللي فيها الخدمة للبنات 26 رمضان و بالليل و نهار الخدمة و نهار الوصفات الوصفة هادي غزالة والله العظيم البنات مجربة و قد عطي نتيجة غزالة و غتبهركم البنات و مفعولها تيدوم كيف قلت لكم عام كامل بلا ما نشكر لكم البنات الوصفة طبعوا معي البنات الفيديو من الاول حتى الاخير و متنساوش ديرو لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد و متنسوش هالبنات تعاليق الغزالة كيف العادة ضوب لو هالبنات تعاليق باش يدعموا الفيديو بالنسبة للرقم ديالي ديال واتس اوب واللي اتلاقي قدامكم في الفيديو والبنات و اي رقم في التعاليق يعني ما مسؤولاش اليه الرقم الريق هو اللي في الفيديو بلو ما نطول عليكم حبيباتي شنو تنحتاجوا بالضبط لهذا الوصفة لهذا الشمع هذا دي اليوم اول حاجة كتجيبوها كتجيبوها هذا الصحن ابيض عادي ابصيل بيض عادي هذه اول حاجة ما يكونوش فيه الالوان وتتجيبوها لبنات شمعة بيضة كبيرة مربعة شمعة كبيرة مربعة لون ديالها اكيد يكون ابيض هادي هي الشمعة اللي كتجيه في الوصفة اللي كتشوفو في الفيديو الشمع اللي في الجناب كان جيبوه الشمع الملون سبعة ديال الشمعات في الالوان الا الاسود اللي مايكونش جيبوه جميع الالوان اللي بغيتو سبعة الالوان السفر الحمر الخضر الازرق اي لون بغيتو الشمع رم موجود عند العشابة جيبوه الالوان اللي بغيتو انتوما سبعة ديال الالوان ضروري سبعة ديال الالوان اول حاجة تديروها البنات هالشمع الملون سبعة شمعات ملونين كتاخذي جيهة كتكتب فيها اسمك واسم امك الجيهة التانية اسمه واسم امه بفهم البنات كتاخذوا واحد جيهة هاكا اسمك واسم امك الجيهة اللي مقابلة معاها اسمه واسم امه في الشمعات بسبعة بهم بفهم علي يا البنات سبعة ديال الشمعات كلهم تنكتبو فيهم اسم ديالنا يعني انتو لغة خدمي اسمك واسم امك الجيهة اللي مقابلة اسمه واسم امك فهدى السبعة الملوني تنجيو للشمع الكبيرة اللي درنا في الوسط شون تنديرو فيها البنات تتجيو تديري اسمك واسم امك بنفس طريقة اللي درنا في الشمع صغير في الشمع الملون اسمك واسم امك مقابلة معاه اسمه واسم امه وكتجي للوسط هنا اسمك واسم امك هنا اسمه اسم امه وهنا في الوسط كتجي بيناتهم وكتديري الغاية وللغرض اللي دير عليه هاد الخدمة هذي حيث احنا الهدف هو المحبة ولكن راما شي دائما المحبة بعض المرات يكون تطويع بعض المرات يكون بعيد لما غيروا الجلب بعض المرات كان ديروا عقد الليسان يعني المحبة زائد شي حاجة اللي احنا يعني ولا الصلح شي حاجة اللي احنا محتاجه انها نديروها لهذا السيد هذا كان كتبوها في الجيهة الوسطانية وعدها نكمل لكم البنات انا عنوريكم شنو غادي نديرو بالضبط هاد شي قبل من لسقو الشمع في الصحن دياننا قبل يلا نجيبو الشمع نديرو فيه هاد شي هذا مني كان نديرو هاد شي تنكتبو اسم دياننا اسم امنا واسمه اسم امه والوسطانية بالضبط الشمع الكبيرة حيث هاد الشمع الملون يكون شوية متوسط والشمع الكبيرة هي اللي تنديرو فيها اسمك اسم امك اسمه اسم امه وجيهات متقابلين وجيهة الوسط غديري فيها الغاية يعني جلب فلان ابن فلانة ولا تطويع فلان ابن فلانة ولا عقد الليسان ولا محبة فلان ابن فلانة فلانة بنت فلانة يعني لاش انتي دايرها هاد الخدمة هادي يعني النية في القلب زائد تكتبيها في الشمع في الوسط تفاهمنا البنات هادي اول حاجة الكتابة كتبوها بعوية ديال السنان هادي اول حاجة تنديروها ما تنديرو هاد الشي تجيبو البنات البريكة ديالكم ديال شمع والريق وتدوبوا القاع ديال الشمع وقتلسقوهم دايرين في الصحم الابيض اللي يجبتو في الطبصيل تعديدوا القاع وتتلسقو باش يلسق لي belongingل shmair البنات وما يطحش من فو ماليه البنات تعديد لسقو الشمع كامل اللي كتبتو فيه الاسماء والshow تعيدال قاع وتلسقو كل واحدة تدوبوها بتتدوبو القاع ديالها وقتلسقوها في الصحم بالفهم البنات هذه هي المرحلة اللولة بالنسبة لبنات الشمعة الوسطانية قبل ما تلسقوها كتلسقو الشمعات اللي دايرين والوسطانية قبل ما تدوبوا قبل ما تلسقوها تديروا تجيبوا الحنة تجيبوا البنات واحد شوية غير معي القصغيرة دي الحنة وكتديروا معاها شوية مزهر تتخلطوها بمزهر ولا بمورد وكتحنيوا بهالكف ديالكم ليمن تتحنيوا بهالكف ديالكم ليمن هذه المرحلة هادي كتكونوا درتوها بنهار يعني قبل ما تبدو هاد الخدمة هادي كتوجدوا هاد الحنينة هادي يروح شوية هنايا وتتيبسوا من تتيبسوا في الكف ديال يديكم وتيبس تتحيدوا هاد الحنة هادي من كتحيدوها من الكف ديالكم شنو كتديروا بيها هاد الشمعة هادي الوسطانية قبل ما اللسقوها هنا تنكتبوا فيها تندهنوها بعسيلة حرة وتندردروا إليها الحنة اللي برنا في الكف ديالنا فهم إلي يا البنات عاد كتللسقوها شمع لآخر بسبعة تللسقوهم عادي ما تيتدهن ما تشي حاجة والوسطانية تنكونوا موجدين هاد الحنينة هادي التي يساعد يلقفنا ليمن تقدروت توجدوها تنهار قبل فهم قبل سبعة وعشرين تكونوا دايلين واحد الحنينة وميبسينها في الكف ديالي يديكم معي القصغيرة وميبسينها موجدينها على تسع ميك تغلو تديرو هاد الخدمة هادي كتدهنو الشمعة الكبيرة ميك تكتبوها تتكتبي في الشمعة الكبيرة اسمك واسم أمك من جيها اسمه واسم أمه من جيها المقابلة والجيها اللي وسطهم تتكتبي فيها الغرض اللي ديرها لهاد الشمعة هادي صافة البنات وقددهنوها بعسيلة حرة وقددهنو عليها لحنينة اللي حيتوا من الكف ديالكم كتكونوا موجدينها من قبل صافة البنات وقددهنو الشمعة البيضة الكبيرة الوسط والشمع العخر عادي بلدهن بلدتي شي حاجة كتلسقوه من جناب الشمع الملون من جناب منين كتلسقوهما البنات كتشعلو الشمع كامل كتشعلو الشمعة البيضة الكبيرة هي الأولى وقدتاخذو البريكا الديالكم وقدشعلو الشمع كامل الشمعة بشمعة كتشعلوهم بسبعا بيهم منين كتشعلو الشمع كامل البنات كتجيبو واحد شوية ديال الحرمل جيبو شوية الحرمل وقدردرو الجناب ديال الشمع وفلوس حال هكا البنات كتدردرو الحرمل. من كتدردرو الحرمل للبنات اللي تكونوا منقلينو تدردرو غير واحد شوية. وكتقروا هاد القراية. شنو كتقروا البنات؟ كتقروا صورة البروش. قرواها من المصحف ولا من تليفون ولا من اي حاجة. ستقروا صورة البروش. بسم الله الرحمن الرحيم. من اول صورة حتى الحريق الى الحريق. من توصلوا الحريق ستحبسوا. ستقولوا اللهم حرق قلب فلان ابن فلانة علي انا فلانة بنت فلانة بمحبتي ومودتي. هادشي اللي كتدروا البنات كتقولوها سبعة ديال المرات. سبعة المرات الصورة تل عذاب الحريق. من اول صورة من توصلوا لعذاب الحريق يعني غير الايات اللولين. من توصلوا لعذاب الحريق غتحبسوا ما تكملوش صورة. غتحبسوا وغتقولوا اللهم محرق قلب فلان ابن فلانة علي انا فلانة بنت فلانة بمحبتي ومودتي. سبعة ديال المرات تعاودوا الصورة وتعاودوا التوكيل. اللهم حرق تهي تعاودوها سبعة ديال المرات نفهم البنات يعني القراية بالتوكيل ديالها مرة الأولى والتانية حتى توصلوا لسبعة ديال المرات هادي هي وتتخليوا البنات تتخليوا هاداش مع هادا يدوب على خاطره وتردوا له البناء البنات باش ما يطايحش تلسخوش معه مزيان باش ما يطايحوش وتبقوا مرة مرة تفقدوهم مرة مرة طلوا عليهم من بعد العشاء البنات هاد الوصفة هادي نهار ستة وعشرين رمضان يعني ليلة سبعة وعشرين معه من بعد آدان كل عشاء في أي وقت بغيتو تبدو الخدمة بدوها بكريه البنات باش تقابلو شمع ديالكم وما تنعسوش احتيدو بشمع في مرة تقدرو مرة مرة تطلو علي وصافي تقرأوا علي ترشو بعد الحرمل وتقرأوا علي القراية اللي قلت لكم سبعة المرات صورة البروج إلى عذاب الحارق وتقرأوا اللهم أحرق يعني هاد القراية هادي سبعة ديال مرات وتخليو شمع شاعل كامل وأي شمع تفات ماشي مشكلة يعني دابت تدوب تانية كل واحدة غدتدوب بوحدها وتيكمل شمع كامل وباقية لغد لي غتاخدوهم وغتديوهم لشي جريضة وعطرميوهم شمع غزال 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 إي لطفات لكم شي شمعات قدروا تعودوا تشعلوها ماشي مشكلة شمع غزال جلب خطير تطويع خطير محبة خطيرة ضروري غتجلبو ضروري غديرو لي التطويع ضروري غديجي احتلع عندك وغيطلب منك سماحة بالنسبة لبنات اللي مخاصنين يعني وصفة من دكشة رفع ما تمنعوهاش هالبنات وما تضيعوهاش في هدل عواشر خودو شمع الملون وخودو شمع كبيرة بايدا وخدمو يعني ما كنتشي حاجة اللي فيه صعيبة وهد شي اللي كاين في هاد الفيديو لبنات اللي بغاو الخدمة ديال تصاوار ما زال ان شاء الله هاد الايام كلها فيها الخدمة البنات اللي بغاو الخرقة راني نزلتها من قبل وهد شي اللي كاين في هاد الفيديو شكرا لكم بسفع التفاعل ديالكم وعلى التطبع ديالكم ونتلاقاوا في الفيديو الجاي ان شاء الله